هذا ويبلغ عدد المعتقلين في سجونة شيلي 200 ألف دوريد لحام في ورطة كبيرة بسبب تصريحه الأخير هاجم الفنانين الذين تركوا سوريا بعد وفاة زهير رمضان أثار الممثل السوري دوريد لحام جدلا واسعا في تصريحه الأخير الذي أدله في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية وقال لحام في اللقاء إنه ومن بقي معه في سوريا مذكورين في القرآن الكريم فنحن التين والزيتون على حد تعبيره أنا ومن بقي معي مذكورين في القرآن الكريم التين والزيتون وكان مفتي الجمهورية السورية السابق أحمد حسون قد فسر في وقت سابق سورة التين في القرآن الكريم بأنها تصف من بقي في سوريا ومن غادرها وفور انتشار اللقاء توالت التعليقات على تصريح لحام فبعضهم اعتبر أنه يهاجم الفنانين الذين تركوا سوريا وأن كلامه فيه تحريف للقرآن الكريم فيما اعتبر البعض الآخر أن كلام لحام ينم عن شعوره بالوطنية ولا يوجد فيه أي خطأ من جهة ثانية كان الممثل السوري قد أحدث بلبلة كبيرة بين المتابعين مؤخرا وذلك بعد تداول مقطع فيديو له من حديث ألقاه على هامشي ندوى أقيمت خلال تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته السابعة والثلاثين وظهر لحام في الفيديو وهو يتحدث عن لب الإيمان وتعلمه الأمور التي لها علاقة بالعبادة وخلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية حكى قصة وصوله للب الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده عندما جاء الرعد وخشي حفيده من الصوت فقرر الحديث مع الله قائلا يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني وأضاف لحام أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب أنا أخشى المخابرات أكثر من الله إذا كان مسألة مسألة خوف أنا بخاطم المخابرات أكثر من الله كذلك وبعد وفات الفنان الكبير صباح فخري الذي وافته ألمنيا مؤخرا عن عمر يناهز الثمانية والثمانين عاما نعى لحام الراحل قائلا صباح فخري ما رحل ولا يمكن أن ترحل قام مثله وأضاف خلال تصريحات لفضائية سي أن أن عربي بعيون مليئة بالدموع إن صباح فخري سيظل حاضرا وحيا بثقافة وأمسيات الشعب العربي متابعا كان أكبر وقد يكون الوحيد الذي استطاع تعريفنا على التراث الذي لا نعرفه لولا الراحل صباح فخري ما رحل ولا يمكن أن يرحل صباح فخري